السلام عليكم الصديق خالد ديدان الأخ الأكبر لعبد الله ديدان والفنان ديرنا المعروف كما شفتي أنت اليوم جيتي وحضرت معنا المصرحية في إيمتان بتوبصح اللي كتأديها فرقة أزول هنا بمركب ببحنين بمدينة الريباط بغيناك تعطينا ارتسامات ديالك حول هاد المصرحية اللي كانت باللغة الأمازيغية بغض النظر على أميتي في اللغة الأمازيغية والذي نتمنى أنني نحيد الجهدية في هذه اللغة ونحن نقرأها إن شاء الله باش نقدر نفهم مئة في المئة بحال هذه الأعمال إلا أنه كتبقى هناك واحد اللغة روحية ومتفق عليها عالمياً هذه اللغة الروحية فيها الأستاذ حفيد بدري في مصرحية إيمتان بداو اللي يعجبني فيها ولكنني لا نعرف بطبط الحوارات اللي كانوا بين الممثلين بثلاثة بهم غير أنه لا تنسيون ديال الحوار تعطيك التعبير على الأحاسيس ديالهم كينا واحد لبريزنس سيوسين بإضافة التمتعنا واحد لجموعة اللوحات التعبيرية كنذكر كمثال لوحة الصحون كذلك لوحة المشي على القماش لوحة اللعب اللوحة 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 كنظن أن المصرحية كنت كنت تكلم على معاناة ديال واحد جوج ديال العاملات فهمت شي حاجة فيها البحر فيها الحوت فهمت شي حاجة فيها فيها سبانيا فهمت شي حاجة فهمت شي معاناة ديال ديالشي عاملة مع شخص آخر فهمت باللي كيلة عاملة في معمل عندها إجازة في الاقتصاد هذه الأمورات كلها خبيتها بدون ما كان فهم اللغة الأمازيغية لإنها بحالي قلت للأستاذ حافظ بالطريق مع الاخوان ديال الأقرب كلها ممكن التقنيين وصلوا لإنه درهم جهود ديالهم وأنهم يوصلون هناك مدينة الرباط المصرحية متكاملة كانت من التوفيق للقرقات نعم بالنسبة للسي خليد بما أنك من قيدومي رواد أبو المصرح بمدينة الرباط أعطلنا إرتي سنماديلك حول الديكور اللي كان فات المصرحية اللي فوقش ندعه بصح الديكور صعب باش نقوله الوظيفة دياله بالمفهوم فقط أنه يتحركين يتكلم عن الوظيفة اللي كان يتحرك أولا لا إنما هو وظيفي لأنه أعطانا الإنتباع ديال المعمل جمالي أعطى نزواء مكان بعيد عن محل سكني على السواد اللي كان شوفه مدينة النادور إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم ومتحيكم ومتحيكم جميع مشاهدي هذا الفيديو شكرا لكم شكرا لكم